السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ناس شمس حمدي مدرسة مادة العلوم للمرحلة الابتدائية والاعدادية والنهاردة هنبدأ درس جديد وهو الدرس الاول لصف الاول الاعدادي الترم الاول وهو بعنوان المادة وخواصها المادة وخواصها هنعرف في الدرس ده ايه هي المادة ويعني ايه مادة اصلا وموجودة فين في حياتنا وايه خواص المادة قبل ما نبدأ عايزين نعرف يعني ايه مادة فمثلا وبصينا على صورة زي دي هنلاقي ان ده توكب الارض وكل ما عليه بقى من نواتات من مباني اي حاجة هوا كل اللي عليه من ده عندنا الكتاب اللي حضرتها تمسمح الالم اللي حضرتها بتكتب بيه يبقى اي حاجة حوالينا في البيئة بتاعتنا بنسميها المادة يبقى كل ما يحيط بنا على سطح الارض يعتبر مادة يبقى تعريف المادة ايه اي حاجة حوالينا على سطح الارض ليها حاجتين ليها كتلة وليها حج كتلة وحجم يبقى المادة هي كل ما له كتلة وحجم طيب يعني ايه كتلة ويعني ايه حجم الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من المادة طب يعني ايه برضو مقدار ما يحتويه الجسم من المادة يعني احنا مثلا عندنا قلم القلم ده فيه مادة قدقيل مقدارها كامد والزبط فهنروح نستخدم الميزان كنا واخدين الكلام ده ستنال فاتت نستخدم الميزان عشان نقيس مقدار ما يحتويه الجسم من المادة اللي هو الكتلة واللي هي تقاس بوحدة الجرام الكتلة تقاس بوحدة الجرام أما الحجم فهو عبارة عن الحيز الذي يشغله الجسم من فراغ يعني إيه الحيز الذي يشغله الجسم من فراغ يعني مثلا عندنا كتاب بالشكل ده فالكتاب ده مثلا واخر الحجم ده من الفراغ كتاب ثاني واخر حجم قد كده يبقى ده حجمه أكبر من ده يبقى الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ تمام ده بالنسبة للحجم ويقاس بوحدة الجرام السنتيمتر المكعب يقاس بوحدة السنتيمتر المكعب تتكتب بالطريقة دي تمام بعد كده نيجي بقى في خواص المادة اللي هو الدرس بتاعنا أصلاً أساس الدرس بتاعنا خواص المادة مقسومة لنعين الخواص فيه خواص فيزيائية وفيه خواص كيميائية الخواص الفيزيائية عندنا سبع خواص هندرسهم في الدرس ده وده اللي هنبدأ به النهاردة إن شاء الله الخواص الفيزيائية عندنا السبع خواص أول خاصية هي اللون والطعم والرائح لون وطعم والرائح تاني خاصية الكثافة تالت خاصية درجة الانسهار رابع خاصية درجة السلابة خامس خاصية درجة الغلايان سادس خاصية التوصيل الكهربائي سابع خاصية وهي الأخيرة التفصيل الحراري نحن النهاردة هنكتفي بس بدراسة اللون والطعم والرائحة والكسافة نبدأ فأول حاجة اللون والطعم والرائحة يعني ايه من ضمن خواص المادة اللون والطعم والرائحة فمثلا عندنا هنا خاتم دهب وخاتم فضة طب انا عرفت منين دلوقتي ان ده خاتم دهب وده خاتم فضة اللي بين قدامي عرفني ان ده دهب لكن ده فضة بنقدر نميز بين الاتنين دول عن طريق اللون يبقى بنقدر نميز بين الدهب والفضة وكمان الحديد والنحاس لان الوانهم مميزة جدا بنميز بين الفضة والدهب والنحاس والحديد عن طريق اللون ودي حاجة مهمة جدا اما الصورة التانية اللي عندنا فاحنا هنا عندنا سكر ودقيق وملح سكر ودقيق وملح هل عارفين نفرق بينهم عن طريق اللون مثلا زي ما ميزنا بين الفضة والدهب اكيد لا طبعا ليه لان هما ليهم نفس اللون اللون الابيض طب هنميز بين الملح والسكر والدقيق ده عن طريق ايه؟ عن طريق الطعم طبعا عن طريق الطعم يبقى يمكن التمييز بين السكر وملح الطعام والدقيق عن طريق الطعم اما بقى لو عندنا عطر وخل ونشادر كلهم اصلا لا ليهم لون واكيد مش ينفع نتذوقهم عشان نميز بالطعم بس ليهم رائحة مميزة كل واحد فيهم ليهم رائحة مميزة يبقى يمكن التمييز بين العطر والخل والنشادر عن طريق الرائحة عن طريق الرائحة يبقى فضة وذهب او نحاس وحديد عن طريق اللون اما السكر وملح طعام والدقيق عن طريق الطعم عطر وخل وانشادر عن طريق الرائحة ثاني قصية بقى من الخواص الفيزيائية وهي الكثافة يعني ايه كثافة؟ لو جبنا عندنا زي الشكل ده كده جبنا مكعب من الذهب حجمه واحد سنتيمتر مكعب وجبنا مكعب من الحديد حجمه برضو واحد سنتيمتر مكعب وجبنا حجمه من الخشب واحد سنتيمتر مكعب اللي هيحصل عندنا هنا ان احنا هنقيس كتلة كل واحد من دول بصينا هنا لقينا كتلة الدهب طلعت تمنتاشر وتسعة من عشر اما كتلة الحديد طلعت سبعة وتمانية من عشر اما كتلة الخشب طلعت نصف جرام يبقى هنا رغم ان كان عندنا احجام متساوية مكعب واحد سنتيمتر مكعب ومكعب واحد سنتيمتر مكعب ومكعب تاني من الخشب واحد سنتيمتر مكعب سواء من الدهب او الحديد او الخشب كان عندنا حجمه متساوية الا ان الكتلة طلعت مختلفة واحد ساعة تمنتاشر وتسعة من عشر واحد سبعة وتمانية من عشر واحد نصف جرام فالاختلاف ده بسبب ايه بسبب الكسافة بقى اللي هي العنوانة الرئيسة بتاعنا بسبب الكسافة يبقى اختلاف المواد ديت في الكتلة رغم تساويهم في الحج يرجع لاختلاف الكسافة مفيش مادتين عندنا في اي مادة مفيش مادتين لهم نفس الكسافة فبالتالي مش ينفع يبقى حجم من الدهب وهو هو الحجم الحديدي بتطلع كتلهم متساوية يبقى علل رغم ان الحجوم متساوية الا ان الكتل مختلفة ذلك الاختلاف كثافة المواد عن ضغطها تمام؟ نبدأ بقى ناخد القانون بتاع الكثافة الكثافة تساوي الكتلة على الحجم الكثافة تساوي الكتلة على الحجم لما نيجي نحسب الكثافة مدينا كتلة كتلة بالجرام والحجم بسنتيمتر مكعب وهنحسب الكثافة بالشكل ده نقسم الكتلة على الحجم تمام طيب ازاي بقى نطلع مفهوم الكثافة من القانون ده اه نحفظنا القانون هنطلع منه المفهوم فاحنا بدقين هنا بالكتلة الكتلة على الحجم يبقى الكثافة هي مقدار او هي كتلة وحدة الحجوم هي كتلة وحدة الحجوم يبقى تعريف الكثافة وبنكتب بالنسبة بنكتب القانون بالشكل ده كمان بنقدر نكتبه على شكل مثلث ساق بتسوي كاف على جيم ساق اقتصار الكثافة وكاف اللي هي الكتلة وجيم اللي هو الحد اللي بنعوزه اللي بيبقى مجبول بنحط ايدينا عليه يطلع علينا القانون تاني يعني عايدين ساق بنقسم كاف على جيم عايدين جيم نقسم كاف على ساق عايدين كاف بنضرب ساق في جيم نرجع بقى المفهوم الكثافة وهو كتلة وحدة الحجوم من المادة كتلة وحدة الحجوم من المادة وحدة الحجوم اللي هي وحدة الحجوم اللي هي واحد سنتيمتر مكعب تمام؟ ندخل على الجزئية اللي بعديها وهي وحدة قياس الكثافة مش رحنا عارفين ان وحدة قياس الكتلة وحدة قياس الكتلة واحد جرام اما وحدة قياس الحجم سنتيمتر مكعب يبقى وحدة قياس الكثافة احنا بنقسم جرام على سنتيمتر مكعب يبقى وحدة قياس الكثافة هتساوي او هتطلع جرام لكل سنتيمتر مكعب بالشكل ده جرام لكل سنتيمتر مكعب ندخل على الجزئية اللي بعديها وهي الامثلة على مسائل الكثافة عندنا اول مثال بيقول احسب كثافة قطع من الرصاص كتلتها سبعة وخمسين جرام وحجمها خمسة سمسي متر مكعب يبقى احنا عايزين نجيب هنا عندنا كتلة وعندنا حجم وعايزين نجيب كثافة اول حاجة بنعملها ان احنا بنرسم المسلس ده يساعدنا ان احنا نفتكر القوانين وهنبدأ نكتب المعطيات اللي هو مديه لنا في المسألة مديكي كتلة اللي هي كاف تساوي سبعة وخمسين بروح ومدينا حجم اللي هو جيم تساوي خمسة سمسي متر مكعب وعايز حساء اللي هي الكفاف اللي نكتب المعطيات بالشكل ده عشان ننظم المسألة بتاعتك كاف اللي هي الكثافة تساوي من المسلسة هو كاف ساء هو عايز ساء يبقى تساوي كاف على جيم يبقى ساء تساوي كاف على جيم هتساوي سبعة وخمسين على خمسة تساوي طول احد اضلاعه اتنين سنتيمتر مكعب علما بان كثافة الزجاج اتنين وستة من عشرة اول حاجة هنعملها ان احنا هنرسل المسألة ونكتب المعطيات اللي عندنا احنا هنا عندنا عندنا طول احد اضلاع المكعب اتنين سنتيمتر وعندنا الكثافة باتنين وستة من عشرة يبقى احنا هنا عندنا ساء تساوي اتنين وستة من عشرة وعايز كتلة اللي هي كاف هل احنا عندنا حجم لا ما عندناش حجم حتى كمان الحجم مجهول طب هنعمل ايه هو مدينا حاجة تاني تساعدنا ان احنا نجيب الحجم مدينا طول ضلع احد اضلاع طول احد اضلاع المكعب اتنين سنتيمتر يبقى احنا عارفين ان حجم المكعب كنا ناخدينه طبعا الزمان لازم يكون سنون معروف وهو يساوي طول الضلع في نفسه في نفسه يعني كأننا بندرج طول الضلع في نفسه تلات مقارب ادي عندنا هون طول الضلع اتنين في اتنين في اتنين تطلع تمانية سنتيمتر مكعب كده بقى عندنا حاجة نقدر نجيب الكتلة كده بكل سهولة طيب بانون الكتلة بيساوي ايه بيساوي بيساوي ثاق في جيم ثاق في جيم احنا عندنا ثاقب كام اصلا اثنين وستة من عشرة في جيم اللي احنا جبناها بتمانية تطلع كار تمانية في اتنين وستة من عشرة تطلع عشرين وتمانية من عشرة لازم لازم ما ننساش ال واحدة القياس احنا بنحسب كتلة يبقى العشين وتمانية من عشرة دي تقدر بايه بالجرام بالجرام ندخل على المسألة اللي بعدها مثال ثلاثة بيقول اوجد حجم قطعة من الالمونيوم كتلتها سبع وعشرين جرام وكتفتها اتنين وسبعة من عشرة اول حاجة هنعملها برضو ان احنا هنرسم المسلس ونكتب المعطيات اللي عندنا اللي هو مديها لنا ونكتب المجهول اللي هو عادي طيب احنا عندنا هنا مدينا حجم قطعة من الزجاج كتفتها اتنين وسبعة من عشرة وكتلتها سبعة وعشرين جرام يبقى عندنا كاف ساوي 27 درام عندنا ساوي تساوي 2.7 درام لكل 5 متر متعب احنا عايزين نحسب اي حجم يبقى جيم هي المرهول جيم بتساوي ايه من القانون من المثلث ادي جيمة هي يبقى تساوي كاف على ساوي كاف على ساوي كاف تساوي 27 ووثاقة تساوي كام 72 يبقى 27 على 27 تساوي 10 العشرة دي ايه لان ده حجم لازل ننكتج واحدة تقريبات ما ننتهيش 10 سنتيمتر مكعب ايه ده احنا خلصنا الجزئية بتاعت بتاعت الدرس ده او الجزئية في الدرس الاول من صف الاول الاعدادي وان شاء الله نكمل باقي الجزئيات في فيديوهات تانية سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة